في عطلة نهاية الأسبوع قرر هذان الصديقان المجيئة إلى هنا حيث القصر المنسوب لحاتم الطائي يعمل أحدهما أستاذا في جامعة حائل والآخر في أحد المستشفيات الخاصة حاتم الطائي معروف جدا بقرمه وطيبته كان رجلا فريا لكنه لم يكن منقلغا على نفسه كان قلبه مفتوحا لكل الناس جئت حديثا للإقامة هنا وهذه المرة الأولى التي أزور فيها منزل حاتم الطائي الذي كنت أسمع عنه منذ طفولتي ولاحقا قرأنا عن سيرته في المدارس كان رجلا كريما جدا يعتبر هذا المكان من أبرز الأماكن الأثرية بحائل لكنه لا يلقى الاهتمام الكافي حسب الزوار انكيس المكان عن أكثر مرة ونفس الوضع هل تشايف ما في ترتبات ما في انضافة يعني لو يرتبونه ترتبات تخلوهم مداخل مخارج عدلونه كانه قصر قديم فيها ماكن منهدبه كمادخل ومطرع يعني عدلونه شوي يرتبونه بس يقع هذا القصر في وادي توارن بجبال أجا ويختلف المؤرخون في نسبته إلى حاتم الطائي لكنه على كل حال يعتبر مزارا سياحيا مهما في حائل يقال بأن هذا المكان هو قصر كريم العرب حاتم الطائي لذلك هو أحد الوجهات التي يذهب إليها من يزور عروس الشمال خصوصا وأنه يقع في وسط مكان تظهر فيه طبيعة أجا الساحرة سلم الراجح العربية حائل